ساعة خليجية إيمان الحمود أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلا بكم ساعة خليجية لطالما كان الحديث عن سلطنة عمان مرتبطا بالسياسة الهادئة سياسة تبتعد عن نقاط النزاع الساخنة التي ضربت المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي سياسة حاولت خلق توازن بين ضفتي الخليج تارة وجمع شمل دول الخليج وقت الأزمات تارة أخرى لكن تلك السياسة لم تكن ترياقا سحريا ضد الأزمات بل سببت أزمات من نوع آخر للسلطنة اتهامات من قبل البعض بالتخاذل عن دعم الأشقاء في الأوقات الصعبة فيما يقول البعض الآخر أن عمان تفضل النأي بنفسها عن دول تشاركت معهم تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي اليوم هناك عهد جديد في سلطنة عمان عهد يحاول من خلاله السلطان هيثم بن طارق خلق التقارب أكثر فأكثر مع دول المنطقة ولكن مع الحفاظ على ثوابت السياسة العمانية فهل يبدو ذلك ممكنا سنحاول الحديث عن كل ذلك اليوم مع ضيفنا القادم من مسقط الأستاذ موسى الفرعي العلمي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية نرحب بك على أثير مونتيكال الدولية وفي برنامج ساعة خليجية مرحبا بك عزيزي مرحبا حنان تفضل على إيمان مرحبا إيمان وهذه النقاط التي طرحتها في المقدمة مؤكد أنها تشيء بحوار سياسي يستحق أن يفرد له وقت حتى نستطيع تفنيد هذه الاتهامات التي دائما ما نسمعها ضد سلطنة عمان ولكن لن نبدأ بهذا الموضوع هذا الموضوع هو محور نقاش هذه الساعة ولكن سنبدأ مع موسى الفرعي موسى الفرعي هذا الإعلامي العماني الذي بدأ بشق طريقه في مجال الإعلام منذ سنوات تنقلت بين العديد من وسائل الإعلام سواء كانت حكومية أو خاصة وصلت بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية ربما إذا أردنا أن نلخص مسيرة موسى الفرعي للمستمع العربي الذي لم يتعرف عليه بعد كيف يمكن ذلك؟ ربما نحتاج لاستحضار ذاكرة 1999 تحديداً 1999 كانت البدايات وبدايات الأنترنت في منطقة الخليج ربما البداية كانت من نواة افتراضية كانت بداية تشكل الإعلام الافتراضي أو الإعلام الإلكتروني في تلك الحقبة في نهاية التسعينيات في منطقة الخليج وبداية عمل فلسفة المنتديات بدأنا في عمل في منتدى أسميناه سبلة العرب وربما في الخليج تعين تماماً ما تعنيه كلمة سبلة هي المجلس أو هي الديوانية أو هو الملتقى الذي يجتمع فيه الناس إن كان في الأفراح أو أيضاً الأطراح وبدأت الأطرحات السياسية التي أيضاً لم نعتد عليها في عمان ولا أيضاً في منطقة الخليج بدأنا نتحدث عن الديمقراطية بدأنا نتحدث عن المواطنة بدأنا نطرح بعض ما نختلف فيه مع الحكومات الخليجية تحديداً ولذلك العمل الصحفي إن صحت تسميتها الآن على المستوى الشخصي بدأت في 1999 واستمر الحال في الصحافة حتى 2010 تحديداً مع بدايات الربيع العربي في المنطقة بشكل عام طلب مني تقديم أو المشاركة في برنامج كان يناقش أهم ما يتبنى أو تتبنى الساحة العمانية من مطالبات انتقل الحال خلال سنة من ضيف إلى مقدم البرنامج نفسه كان اسمه منتدى الوصال في إذاعة الوصال واستمر الحال حتى لمدة عشر سنوات في تقديم هذا البرنامج الذي مع ثبات الحال واستقرار المنطقة محلياً تحولنا من أطرحات محلية إلى أطرحات سياسية هذا البرنامج تبنى أهم الشخصيات السياسية التي صنعت ربما الاختلافات في المنطقة خلال العشر سنوات الماضية بدءاً بوزيرنا أو رجالات الدبلوماسية الخارجية العمانية ومروراً بالمتحدثين باسم الحكومات أيضاً في المنطقة أو المملكة المتحدة تحديداً وزوار السلطنة أيضاً الدبلوماسيين والسياسيين منها أو في نفس التوقيت تزامن تقديم بعض البرامج في التلفزيون وتحديداً في رمضان كانت لي أكثر من مشاركة في ثلاثة برامج أيضاً أو في ثلاث مناسبات انتقلنا لاحقاً إلى إذاعة مسقط وأيضاً في برنامج يجمع ما بين القضايا المحلية والقضايا السياسية جميل جداً لكن بالتزامن مع كل هذه التنقلات حافظت على مسألة الصحافة الإلكترونية يعني بالنسبة لك كانت الصحافة الإلكترونية منفذ آخر ربما هل هي منفذ آخر لأن سقف الحرية فيها أعلى؟ لماذا الصحافة الإلكترونية بالنسبة لموسى الفرعي كانت دائماً حاضرة دائماً موجودة؟ ربما مرتبطة بدراسة أنا خريج تحليل نظم معلومات وكان ارتباطي كثير بهذا العالم ولكن لاحقاً اكتشفنا أن المستقبل لهذه الصحافة وربما يتحقق لنا ذلك الآن والعمل في هذا الجانب أيضاً يحتاج إلى مراقبة لسيقة وكذلك أيضاً استشراف ما يمكن أن يحدث في هذا العالم في عالم العالم الافتراضي وشخصياً أجد بأن الصحافة والإعلام مستقبل في هذا الإطار في إطار الصحافة الإلكترونية أو العمل الرقمي ولذا تطورنا أيضاً في الصحافة الإلكترونية بين سبلة العرب إلى سبلة عمان إلى أثير إلى منصة الآن أيضاً راح تجمع بين العمل الصحفي والعمل الرقمي المرء والسامعي وهذا ما تسعى إليه أثير التي نشرف عليها خلال الأيام القادمة من يعرف موسى الفرعي عن قرب يعرف بأن لديه ولع بالسبق الصحفي يعني لديك ولع دائماً بأن تكون الأول في نشر معلومات أو نشر تقارير معينة تتعلق بسياسة تتعلق بسلطنة عمان هذا الولع بالسبق الصحفي ربما تسبب لك بمشاكل لماذا؟ وما زال يسبب مشاكل ولكن في كل أحوال في كل عمل أو في كل مؤسسة إعلامية نجاح الصحفي نفسه أحياناً يحقق له مصادرها الخاصة أو تجد المصادر تأتيه قبل الآخرين العمل أيضاً الصحفي من المهنيات التي تعلمناها أو أبجديات هذا العمل إما أن يكون لك السبق أيضاً مع المهنية والمحافظة على أخلاقية العمل أو لا تكون أن نبقى نسخة مكررة من الجميع أيضاً أنت لا تقدم شيء في هذا الجانب أو في هذا المجال ربما النجاحات والوسطية التي نتبناها وثبات ومصداقية المعلومة حققت لنا مصادر جيدة في صناع المشهد والآن أستطيع أن أقول ليس على المشهد المحلي فقط ولكن أيضاً على المشهد الخليجي أحياناً تصلنا معلومات مباشرة لتنشر مثلاً في صحيفة أثير لأنها أيضاً لها عدد متابعين يصل إلى 18 مليون متابع أو مشارك فيها في الصحيفة شهرياً وهذا أيضاً يدفع بأصحاب المعلومة أو أصحاب الخبر أن يأتوك بالخبر قبل المؤسسات الأخرى طيب منذ العام 2010 منذ بداية الربيع العربي إلى اليوم كيف تقيم مستوى أو سقف الحرية الصحفية حرية الصحافة في سلطنة عمان ربما أنا لدي بعض الإحصائيات التي نشرت مؤخراً من قبل مؤسسة مرسلون بلا حدود حيث تحتل عمان المرتبة رقم 132 بالنسبة لمؤشر عام 2019 بالتحديد من مجموع 180 بلداً ألا يعتبر هذا الموقع متأخراً أو عما؟ دائماً أميل للممارسة الحقيقية هي من تقدم هذه الأرقام وتقدم الصورة الحقيقية أيضاً لمساحات الحرية في أي مجتمع كان أو في أي مؤسسة كانت عمل هذه المؤسسات يقدر ولكن من أين ربما يستقون مصادرهم أو كيف يحكمون على هذه المساحات إن لم يمارسونها في عمان والحديث في هذا الجانب تحديداً مع الاتفاق أو الاختلاف ما رده للممارسة الشخصية التي أمارسها وأطلب أيضاً من من يسعى لإنصاف المساحة الحرية ومستوى حرية الرأي نقول مقبول نوعاً ما ويستطيع الصحفي أن يمارسها في حدود معرفته بما له وما عليه وفي حدود أيضاً معرفته بالقوانين التي تسمح وتقدر وتحترم باسم النظام وباسم الدستور العماني كذلك على المستوى الشخصي كنا نسمي الأشياء بمسمياتها فيما يخص الجانب المحلي وهذه النقطة التي ربما تصنع بعض الإشكالات مع بعض المسؤولين الذين لا يمثلون الصورة العامة للبلد التي نقصدها نختلف مع المسؤول نختلف مع الحكومة ولكن لا نختلف مع الوطن نقول عن المسؤول فاسد نقول عن المسؤول إن كان حرامي حرامي نقول عن المسؤول إن ثمت اختلاسات أو تسبب في إشكالات معينة أنك تسببت في إخفاقات ويفترض أن ترحل اليوم وليس غداً ولكن عقبت تلك وسائل الإعلام تلك التي تحدثت عن فساد بعض المسؤولين أذكر مثلاً جريدة الزمن على ما أذكر لا الزمن لم تتحدث عن فساد بقدر ما تحدثت عن قضية كانت تمس القضاء وأيضاً من يخوض في تفاصيل هذه القضية هي خلاف ما نشرت صحيفة الزمن في ذلك الوقت هذا ربما ما يصل إلى الآخر خارج الحدود العمانية ولكن من يتبنى وينشد الحقيقة عليه أن يأخذ الكلمة من الأطراف جميعها في هذا الجانب صحيفة الزمن مع احترامنا لكل الزملاء الذين حينما نقول عقبوا الآن ممن نشروا تلك الصحف هم يعملون في وزارة الإعلام تم توظيفهم وتبنيهم وتوظيفهم لاحقاً في وزارة الإعلام ولكن في كل المؤسسات بما فيها فرنسا هناك قانون يجرم كل من يسيء إلى القضاء مثلاً وتحديداً كانت في هذه القضية نعم تفضل في هذه القضية فيها شيء من الملابسات التي وصلت تفاصيلها إلى باب السلطان نفسها ليحكم فيها نعم ولكن الوصول إلى حد إغلاق صحيفة ربما يكون أمر مبالغ فيه نوعاً ما ربما تعاقب صحيفة ما تغرم صحيفة ما قضائياً يعني داخل أروقة القضاء ولكن أن تغلق صحيفة ما ربما دعني أحدثك عن تجربة شخصية أنا مثلاً دعيت إلى سلطنة عمان في يوم حرية الصحافة العالمي وتحدثت في ندوة جميلة كانت هناك مع العديد من الصحفين العمانيين هذا الكلام كان في العام 2016 كنت أشعر بأن هناك سقف حرية بعدها بفترة الصحيفة التي الإلكترونية التي دعتني أغلقت أيضاً أشعرت شخصياً بأن هناك تغير في التوجه العماني رغبة في تقليل سقف حرية الإعلام في عماني شوف هناك من يمارس مسألة استقطاب عواطف الناس دون أن يعطي الصورة بمجملها الصحيفة التي تتحدث عنها أيضاً حينما نقول أغلقت هل موريسا العقاب على رؤساء أو رئيس تحرير الرعام في هذه الصحيفة حينما أغلقت هذه الصحيفة أذكر في بيان يقول لأسباب شخصية أو لأسباب مادية ورئيس تحرير هذه الصحيفة الآن يعمل ويمثل أيضاً صحافة بشكلها الجميل جداً وهو مراسل أيضاً لأهم الصحف أيضاً السياسياً لموجودة أو تقصد الأخبار العمانية فنعم قد لا تكون المساحة كما نرجوها لعمان خلال هذه المرحلة ولكن في المقابل أيضاً هناك مساحة جيدة علينا أن نستثمرها لاستثمار الجيد لا ننظر للجزء الفارق في الكأس في كأس حرية الرأي في عمان بقدر ما ننظر للمساحة الجيدة التي أتيحت لنا كصحفيين وعلينا أن نمارسها بمسؤولية ونتجاوز هذا السقف شيء فشيء هناك نعم اليوم مثلاً إذا نتحدث عن الإعلام اليوم هناك من يشخص الإعلام وهناك من يحاول أن يحيد الإعلام بصورة للأسف تجعلنا نخسر ذلك المنجز التي حققناه كإعلام وحينما أتحدث في هذا الجانب نقول أن نمارسنا هذا الإعلام على مستوى الصحافة على مستوى الإعلام الرقمي أو الإعلام المرئي وكذلك أيضاً المسموع ومثل ما ذكرت لك أن أول من يسمي الأشياء بمسمياتها أن الوزير الفلاني من أين لك هذه الأرض ومن أين وهذا الأمر لم يكن معتاد عليه في منطقة الخليج بشكل عام نعم اليوم هناك من يحاول أن يشخص الإعلام وتحول الإعلام من إعلام فعلاً مقبول إلى إعلام مؤسسة شخصية يمثلها ربما شخص بآراء قد نختلف أو عفواً نختلف معه تماماً الآن وأرجو أن يستفيق الإعلام العماني من هذا الإنزلاق الذي نمر خلاله في هذه المرحلة لحظات فقط ونعود إليكم ساعة خليجية إيمان الحمود نعود إليكم وإلى ضيفنا من مسقط الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية مرحباً مجدداً بك على أثير منتكال الدولية وفي برنامج ساعة خليجية أهلاً وسهلاً إيمان نعود إذن للحديث الآن عن سلطنة عمان هذا الموضوع الملف الرئيسي في حلقة اليوم السياسة العمانية التي وصفت دائماً بأنها سياسة هادئة بعيدة عن الأزمات سياسة تحاول خلق نقاط توافق والابتعاد عن نقاط الاختلاف هذه السياسة أثارت دائماً لغطاً خاصةً في منطقة الخليج يعني لم يكن هناك الكثيرون ممن يفهمون لماذا تتخذ عمان هذا المنح وما هي الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ هذا النوع من السياسة بدايةً كيف تقيم أنت السياسة العمانية في تلك الفترة السياسة العمانية كانت وما زالت وستستمر هي مدعاة للفخر أقولها شخصياً حينما أجد رجالات السياسة أو الدبلوماسية الخارجية العمانية يخوضون أو يطأون مساحات الصراعات إن كان في المنطقة في الخليج نفسها أو في بعض العواصم العربية أو في بعض أيضاً العواصم التي تندر بإشكالات قد تدخلنا في أزمات سياسية أجد أن السياسة العمانية هو من يتنقل بين هذه المتناقضات بين هذه العواصم التي تختلف فيما بينها سياسياً يدعوني فعلاً للفخر الجانب الآخر هناك من النخبة السياسية إن كان الخليجية أو العربية أو العالمية هي من تنصف الحراك السياسي العماني وربما تأبين جلالة سلطان الراحل قابوس بن سعيد في الأمم المتحدة شخصياً جمعت كل ممثلي الممثلين الإقليميين وكذلك أيضاً ممثلي الدول إبان التأبين كان النقطة المجمع عليها أو المتفق عليها هي السياسة الخارجية العمانية التي كانت حمامة السلام وكانت ربما جسر عبور كثير من الإشكالات إلى توافق مع المتعارضين أو المختلفين سياسياً الآن الشواهد وحدها أو نتائج الدور العماني هي من تنصف عمان كذلك وإذا اتخذنا بعض النماذج أو الشواهد بدءاً من بداية السبعين أو تشكل السياسة الخارجية العمانية مع تولي جلالة سلطان الراحل قابوس بن سعيد اتفاقية كامب ديفيد وقف عمان مع مصر من ثم الحرب الإيرانية الخليجية الإيرانية العراقية حرب اليمن الاختلاف الخليجي مع قطر النتائج وحدها اليوم وربما نعيشها الآن يقول أن السياسة الخارجية العمانية نجحت وإذا تمت وقت ممكن أن نفصل الدور العماني التي لعبتها في هذه النماذج سوف نتحدث عن كل ذلك ولكن أنا شخصياً لا أفهم لماذا هناك عدم فهم أو خلط أحياناً لدى بعض النخف في دول الخليج حيان السياسة الخارجية العمانية ودعني أضرب مثلاً يعني من الإعلاميين المعروفين جداً في منطقة الخليج ومن أكثر المقالات قراءة هي مقالات الأستاذ عبد الرحمن الراشد الإعلامي السعودي المعروف عندما نقرأ له في مقال في العام 2016 عمان بين الخليج وإيران يصف السياسة العمانية يصف عمان بالدولة الغامضة ويصف السياسة العمانية بأنها سياسة انعزالية وأنها أقرب إلى إيران من كونها أقرب إلى شقيقاتها في دول الخليج في نفس الوقت وبعد هذا التاريخ تقريباً بأربع سنوات تحديداً عند وفاة السلطان قابوس تحدث عبد الرحمن الراشد في تغريدة على موقع تويتر وقال بوفاة السلطان قابوس تغمده الله برحمته نفقد حكيماً حدث السلطنة وانتهج سياسة النأي بالنفس الحقيقية وحاول تحاشي صراعات الأقطاب يعني كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض بين الرؤيتين بين عام 2016 بين العام 2020 وهذا التناقض ليس لدى شخص واحد فقط هناك الكثير من النخب السياسية في منطقة الخليج التي تتذبذب في فهم السياسة العمانية ولديها أكثر من رأي حيال السياسة العمانية ربما هذا التناقض هو من يجيب على الثبات الثبات السياسة الخارجية العمانية ونجاحه كذلك وخير ما استشهدتي به هو تناقض عبد الرحمن الراشد ولذلك دعينا أقول ونحن من المنطقة هناك تزاوج للأسف وهذه هي الأزمة الحاصلة معنا إعلامياً حينما يتزاوج الإعلام مع الرغبة السياسية نفقد القيمة الحقيقية للإعلام في 2016 كانت ثمت شبه خلاف بين منظومة أو بعض دول الخليج والنهجة التي اتبعتها عمان منذ قبل أن تتشكل بعض العواصم الخليجية في المنطقة فأن لهذه الدول أن تطلب دولة ذات عمق حضاري ودولة ذات عمق سيادي ودولة ذات أيضا مشاركة سياسية في المنطقة أن يطلب منها أن تتبنى رؤى يصفها البعض أيضا من النخب فيها شيء من المراهقة السياسية أو فيها شيء من المجازفة السياسية علاقتنا جيدة جدا مع عواصم دول الخليج وعلاقتنا كذلك أيضا جيدة جدا مع إيران التي نجدها جارة تشاركنا أيضا في المنطقة في مجمع المنطقة بمصير واحد عمان اليوم وهذا هو ما يؤكد ذلك عمان اليوم تقصدها بعض دول الخليج لفتح بعض القنوات قنوات الحوار مع طهران تحديدا وللأسف عبد الرحمن الراشد وبعض ممن يتناقض في قراءته للتوجه السياسي العماني يتجاهل عمدا أو دون قصد أن ثمت عواصم خليجية ترتبط بطهران اقتصاديا وترتبط بطهران أيضا في اتفاقيات عسكرية معلنة عمان أقل الدول عمان أقل الدول في التبادل الاقتصادي مع طهران خلاف بعض العواصم الخليجية ولكن عمان كانت هي مفتاح الحوار بين الولايات المتحدة وإيران عندما حصلت المفاوضات وهذا الأمر لم يعجب الكثير من دول الخليج يعني لماذا مثلا تبقى عمان داخل المظلة الخليجية إذا كانت هي تختلف هذا الاختلاف الكبير مع دول خليجية أخرى في سياستها اليوم نقول ثانية عمان لديها حس عالي جدا في قراءة المستقبل ما المطلوب من عمان أن تخرج خارج أو تعلن خروجها عن منظومة مجلس التعاون عمان ربما أعلنتها صريحة جدا في 2011 دعوة الملك عبد الله رحمة الله عليه لاتحاد خليجي عمان قالت احنا ما مع الاتحاد الخليجي وقالتها بصريحة لماذا فاطمة الاتحاد الخليجي؟ عن أي اتحاد كان تطلب أو تنشد مجلس التعاون اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي أو اتحاد يشبه اتحاد معمال القدافي الاتحاد الأفريقي يعني عن أي اتحاد إذا احنا دول إلى الآن أنا من يومين مررت عبر بعض الحدود الأوروبية تدخل ما تشعر أنت الآن في فرنسا وفجأة تدخل إلى سويسرا ومن ثم تدخل إلى إيطاليا دون أن تشعر بأنك مررت بحواجز أو بحدود بين هذه الدول المجلس التعاون الخليجي ثمت أجندات طرحت لا نعم اعترضتم على العملة الموحدة اعترضتم على الاتحاد الخليجي ثمت أمور كثيرة إيمان حينما تنشد الاتحاد يحتاج أن تحقق حزمة مما تم الإعلان عنها سلفا كيف لست دول تشترك في المصير وتشترك في كثير من النقاط التي تجمعها وتوحدها أن تنشد الاتحاد وهي تضرب أسوار بينها وبين حدودها بينها وبين بعض كيف تتعامل هذه الدول بكثير من المتناقضات مع الدول الشعب الخليجي الواحد وخليجنا واحد وما كنا نسمع في أغانينا اكتشفنا في الأزمة الخليجية أن هذا الكلام كله يعني للأسف كمن ضحك علينا في فترة من الفترات وجاء صحينا فجأة كذا وجدنا هذه العواصم تقتل فيما بينها طيب السؤال الآن يرد لهذه الدول حينما رفضت عمان الاتحاد وهي دولة واحدة ويقال أنها تغرد خارج السرب لماذا لم تتحد؟ خمس دول خليجية كانت تنشد الاتحاد لماذا لم تتحد؟ بعد أقل من عام من إعلان الاتحاد بدأت الخلافات فيما بين هذه الدول اختلفوا في أين ستكون العاصمة الاقتصادية لدول الخليجة أبوظبي أو الرياض اختلفوا لاحقا فيما بينهم وصلت إلى حد القطيعة إلى أن وصلوا بعدين في الأزمة الخليجية الأخيرة إلى مقاطعة قطر ومحاصرتها وغيرها من الأمور هذه الدول قبل أن تنشد الاتحاد السؤال أكرره مرة ثانية لماذا تبقونا في مجلس التعاون الخليجي إذا شعرتم بأن هذا المجلس لا فائدة منه أنا كل ما استخلصت من كلامك بأنكم تضيعون وقت في هذا لا فائدة لا يعني ما حدا بيضيع وقت أحد يعني في كل أحوال ثمت نقاط ضوء أيضا مع كل هذه السوداوية التي نتحدث عنها نحن الآن نفصل نقطة نقطة ولكن مجلس التعاون الخليجي حقق أيضا الكثير لدول مجلس التعاون نقول الآن يعني نبقى متشبثين بما تبقى لهذا المجلس وربما الآن خلال هذه الفترة نجد في صحوة وفي عودة لمضلة مجلس التعاون مجلس التعاون مر بمراحل وصل إلى فترة من الفترات كنا فعلا أن نخسر هذا البيت الخليجي الآن نجد أن ثمت نقاط ضوء تستطيع هذه الأنظمة الخليجية أن تنفذ من خلالها وتحقق أيضا وحدة خليجية افتراضية تبدأ بتصافي النفوس تبدأ بهذا الرضا الحاصل بين شعوب المنطقة ومن ثم تحقق الملفات شيء فشيء إلى أن نصل للوحدة نحن لم نرفض الوحدة لأننا نرفض الوحدة ولكن نقول تمت كثير من الخطوات نحتاج أن نحققها ومن ثم نصل للوحدة بايد ديفولت كما يقال بشكل تلقائي الصحوة كلمة جميلة جدا أن هناك صحوة خليجية ولكن هل تتوقع بأن هذه الصحوة مستمرة يعني كثيرون يقولون بأن العقلية القبلية التي تحكم كافة دول الخليج وليس الدولة أو دولتين العقلية القبلية لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحصل بعد عام أو عامين يعني سيناريو الأزمة الخليجية ربما يتكرر بعد عامين بعد ثلاثة أعوام لا شيء يشير إلى أن الصحوة التي تتحدث عنها ربما هي صحوة مستمرة قد تقود إلى الاتحاد الخليجي أتفق تماما وإن كان أن مسألة هناك مثل خليجي معروف لأنها مرتبطة أيضا بالقبيلة ومرتبطة بالصحراء يقول لك ما علي من رفاقتي من تسلم ناقتي ما بعرف كيف أن نعرب هذا المصطلح يقول أنا لا أهتم بجماعتي أو بالمنظومة إذا سلمت أو إذا سلم الجمل فهذه العقلية للأسف موجودة وأيضا حتى نسمي الأشياء بمسمياتها وحتى نقرب من المشهد الخليجي هذا تتبع بعض الأنظمة الخليجية ولكن البعض اليوم تجاوز هذه الأمثلة وهذه البدائيات وهذه السطحيات وبدأ يتعامل بشيء من المهنية ويقصد فعلا المصلحة العامة لدول الخليج وهذا فعلا ما نتشبث به كنخب الآن ندفع بهذا الدفع ونقول نبدأ بفك الارتباط مع الساسة كإعلاميين كنخب سياسية وأيضا نبدأ بتوجيه النصيحة التي فعلا توصلنا إلى ما ننشده من وحدة خليجية نطلب إبعاد الشعوب الخليجية عن هذا الاعتراك السياسي وهو حاصل للأسف الآن مع الأزمة الخليجية الخاسر الأكبر في هذه الصراعات كانت الشعوب الخليجية للأسف القطيعة التي تسببت بها هذه الأزمة وغيرها من الأوضاع السلبية التي عانت منها الشعوب الخليجية ومن ثم إشراك السياسيين ومن ثم إشراك الإعلاميين والفنانين للأسف الذين حرقت أوراق واحترقت أيضا حرقت أوراقهم وكذلك أيضا ما أنجزوه من فن جميل كنا نتغنى به في فترات سابقة اليوم حينما يتغنى لك بعض المطربين أو بعض الفنانين تجد أنك خسرت تلك ذلك الشعور أو تلك المصداقية التي تربطك بهذا الفنان أو بذلك الإعلامي طيب أنت تحدثت عن نقطة مهمة تتعلق بك ربما موضوع فصل الإعلامي عن السياسي كيف يمكن في دول الخليج اليوم أن نفصل الإعلامي عن السياسي خاصة بعدما شاهدناه في الأزمة الخليجية على الإعلامي بداية هو عندك نوعي من الإعلاميين وكثير ما كنت حقيقة أختلف مع هذه التسمية يقول لك فيه إعلامي حر وفيه إعلامي يعني إعلامي وظيفة اليوم الظاهر يعني بدأت أقتنع فيها أن على الإعلامي فعلا أن يكون حرا ويكون شريفا ويكون نزيها فإن يعني لم يجد البيئة التي تتوافق وأطروحات عليها أن يتوقف عن ممارسة الإعلام أفضل من ما أن يعتمد على راتب معين ويكون ببغى يكرر ما يطلبه أو يطلبه المصالح أو المصلحة السياسية وكذلك أيضا في الجانب الآخر يعني إذا لم تكن البيئة أو القائمين على الإعلام بمستوى إعلام مسؤول وإعلام يقصد الصالح العام لهذه الأوطان على الإعلامي أن يتوقف وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى ليمارس إعلامه بمسؤولية لأنها في الأخير تبقى مسؤولية وعلى الإعلامي يعني يتميز من أن يكون ببغى يكرر ما يقول جميل هذا الكلام جميل وكلنا نقوله خلف الأبواب المغلقة ولكن هل يمكن تطبيقه في دول الخليج؟ ودعنا نبدأ في سلطنة عمان مثلا هل يمكن تطبيقه في سلطنة عمان؟ أنا أمارس هذا الشيء الآن في سلطنة عمان ولكنك أيضا لا تنجو من المشاكل عليك أن تتحمل ما تتبناه إما أن تكون إعلاما بحرية مسؤولة أو لا تكون لذلك وهذا الحديث لك وأنت قريبة من المشهد توقفت عن ممارسة الإعلام الآن منذ رمضان كان آخر عمل إعلامي لي أو برنامج في رمضان في تلفزيون سلطنة عمان منذ ذلك الوقت وأنا متوقف حتى نقيس المشهد الإعلامي في عمان أن يراد منك أن تكون نسخة مكررة من كل المؤسسات الإعلامية أو ما يطلب لك من وزارة الإعلام هذا أمر مرفوض تماما فبما أن لدي صحيفة إلكترونية أمارس عملها الصحفي بمهنية تماما في هذه المنظومة ومؤكد تماما وهنا الحديث أيضا عن عمان وعن الدول التي تتحدث في نظامها السياسي أو في دستورها عفوا وحينما يخرج جلالة سلطان هيثم الآن في أكثر من خطاب يتحدث فيه مع الأمة العمانية وكذلك أيضا مع الخارج يتحدث عن إعلام حر ويتحدث عن حرية المواطنة التي يكفلها لها النظام ويكفلها لها الدستور ويكفلها لها القانون الآن نختلف مع الشخص ممن يمارسوا أو لم يستوعبوا هذه الرسائل أو هذه المضامين التي يطرحها النظام الأساسي للدولة وكذلك أيضا يطرحها السلطان هيثم من يمارس سلطة الرقيب المبالغ فيه على الإعلام هو يختلف الآن باختلاف مباشر مع السلطان فإحنا الآن وسط بينهما نقيس المشهد نمارس الإعلام بمسؤولية حتى يصلح الله سبحانه وتعالى الحال إلى حال أفضل جميل اللحظات فقط ونعود إليكم نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير منتكر للدولية وضيفنا الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية نرحب بك مجددا ونعيد سؤال ربما ألم تجلب هذه السياسة لعمان صداع الرأس يعني لم تكن هي فعلا مجرد كما ذكرت في مقدمتي ترياق سحري لتجنب الأزمات التي تعصف في المنطقة لكنها جلبت لعمان أيضا صداع الرأس يعني مثلا لو كانت عمان منفتحة أكثر على دول الخليج قريبة أكثر من سياساتها ربما وضعها الاقتصادي كان أفضل وفي المقابل تتنازل عن مبادئها السياسية وتتنازل أيضا عن قرارها وسيادتها في اتخاذ بعض القرارات السياسية الحاصل كنا لنكون نسخة أيضا في خلافنا مع قطر كنا لنكون أيضا من الدول في مقدمة الدول التي تحارب إيران عفوا تحارب اليمن وكنا في مقدمة الدول التي تخلق أيضا مشاكل مع إيران عمان لا تقصد مصالح اقتصادية ولا مقاصد يعني مادية في تبنيها للحياد السياسي وتبنيها كذلك أيضا للوساطة التي لا يتحقق لعمان فيها أي مكاسب عمان حينما دخلت كطرف يوفق بين إيران والغرب وأمريكا في تلك الفترة لم تحقق فيها أي مكاسب اقتصادية بل وصل الحال حينما أدت دورها وهذا الحديث كان لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية من حققت عمان هذا التقار بين هذه الدول طلبت أنهم يروحوا إلى جنيف وحققوا أو وقعوا الاتفاقية فيما بينكم ولكن هذه الدول وجدت من باب تقدير للدور العماني أن تكون بداية توقيع هذه الاتفاقيات أو التوافق في سلطنة عمان وأذكر أيضا في اختلاف مع بعض الإعلاميين طرح كذا حاول أن يرتج تسمية جديدة لهذا الاختلاف فأسمى خمسة زايد واحد زايد واحد أقحم عمان أيضا وكأنها ترى في هذه المنظومة ووبخ إعلاميا أن عمان لم تمارس إلا دور الوساطة السلمية ولا نقصد من ذلك شيء في الأمر الحاصل أنها عمان على قدر تفرض نفسها بشيء من الندية وبشيء من الاحترام مع دول الخليج وإذا ذكرنا مسألة الخلاف بين دول الخليج وإيران أيضا يحتاج إلى تفنيد ويحتاج إلى قراءة عن المصالح التي تحققها بعض العواصم الخليجية ولا تحققها عمان عمان أيضا على تقف بندية مع إيران حينما في 2012 أيضا في شدة الاختلاف الغربي مع إيران أعلنت إيران عن نيتها في غلق مضيق هرمز وهذا الحديث لأحدى الصحفيات الأمريكية جوليت ميلر حملت لقاء صاحبي مع جلالة سلطان الراحل في ذلك الوقت إيران تهدد على مستوى الحرس الثوري وعلى مستوى الخارجية الإيرانية بأنها ستغلق مضيق هرمز خرج الحوار السلطان قابوس وأذكر في منشت الصحيفة لجوليت ميلر كتبت أن قابوس بن سعيد يقول لا تملك إيران حق الحديث عن غلق مضيق هرمز لأنها عمان أيضا طرف وطرف رئيس وطرف أساسي بهذا الموضوع عمان تقف بندية وتقف أيضا بما يخدم المصلحة العامة مع إيران وضد إيران في مواقف كثيرة طيب لا أخفيك هناك دائما اتهامات لعمان بأنها قد لا تكون تدعم الطرف الإيراني في أي قضية ما ولكنها تغض الطرف عن الطرف الإيراني يعني هناك اتهامات مثلا باستخدام المياه الإقليمية العمانية في شن هجمات على بعض السفن ربما بغض الطرف هناك اتهامات لعمان أيضا بأنه تركت حدودها بينها وبين اليمن غير مؤمنة بشكل كافي ما ساهم في تهريب الأسلحة لا أعني أنه عمان تهرب الأسلحة ولكن غض الطرف يعني يعني تحاول عمان أن توازن بين ضفتي الخليج عبر هذه السياسة سياسة غض الطرف أحيانا عن إيران وعن بعض الميليشيات التي تدعمها في المنطقة كيف ترد؟ دائما نقول أن حينما تطرح مثل هذه الاتهامات يأخذ من طرف يثير أو يحاول أن يوجه الرأي العام لوجهه دون الوجهة المقصودة الآن لنفترض لنفرض مثلا أن عمان أتاحت لدخول الأسلحة عبر حدودها للحوثيين مثلا في اليمن المشهد هنا يحتاج إلى قراءة ما هي الحدود وأين وجدت هذه الأسلحة الحدود التي يتحدث عنها البعض أو الأسلحة التي وجدت مثلا في عدن وعدن منذ بداية هذه الأزمة اليمنية تشرف عليها وحدات إماراتية ومن الحدود بين عمان واليمن يشرف عليها أيضا جيوش من السعودية وكذلك أيضا من دول التحالف العربي والإمارات كذلك فأن أن تصل أسلحة إلى عدن تعبر كل هذه المناطق ليكتشف أنها مررت من عمان طبيعة الجغرافية هناك صعبة جدا وربما لا يمكن إلا لليمن فقط معرفة إمكانية إدخال أو تهريب الأسلحة وليس طبيعة الجغرافية قد تحول دون إمكانية السيطرة على هذه المنطقة ما يمارس الآن في اليمن من وجود دعم لوجستي أمريكي ودعم لوجستي أيضا للتحالف العربي يستطيع أن يقف على دب النملة في اليمن تقي تماما في هذا الجانب ما نقوله الآن أن المصداقية التي يعرفها القاصي والداني لعمان بأنها لا تضرب الأصدقاء في الظهر أبدا عمان تستطيع أن تقول إن كانت تقف مع إيران كانت لتسمي ذلك أنها تقف مع الصف الإيراني في الجانب الآخر وللأسف حينما يطرح مثل هذه الموضوعات تأتي منظمات دولية الآن ما يطرح من اتهامات على لسان بعض الصحف يعني حتى الغير المعترف بها وعلى لسان بعض الصحفين ممن يرتجل هذه الاتهامات ونتجاهل لاحقا ما يصدر من تقارير أممية وما يصدر أيضا من تقارير على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى وزارة أيضا الدفاع الأمريكية والتي تقدم حقائق بأن عمان بعيدة كل البعد عن ما يتم اتهامها فيما أن عمان لا تحتاج لهذه المنظومات الأممية ولا للقارجية الأمريكية أيضا في مصداقية تعاملها مع دول المنطقة اختلافها مع إيران قائم ولكن أيضا تجد في لعب الوساطة بين دول الخليج وإيران لصالح المنطقة أيضا قائم تماما طيب اليوم سلطان الجديد يحث الخطة نحو تقارب أكثر مع دول الخليج خاصة مع المملكة العربية السعودية هذا التقارب ألن يكلف عمان جزءا من سياستها الحيادية سياسة الحيادة التي تمسكت بها طوال هذه الفترة يعني ما هو ثمن هذا التقارب ما هو ثمن مثلا هذه الاستثمارات التي سوف تضخ في عمان هذا الطريق البر الذي سيفتح لأول مرة بين مصقط والرياض هل هذا الأمر هو بدون أي ثمن برأيك شوف العلاقة العمانية السعودية إذا تحدثنا عنها نحتاج إلى كذا فنجان قهوة وشيء من سعة البال هل كانت في قطيعة بين عمان والسعودية لم تكن فيها قطيعة كان في احترام متبادل وهذا يعني أيضا تقدم نموذج نختلف ونتفق مع السياسة العمانية والسياسة السعودية في بعض المواقف ولكن في هذه النقطة تحديدا أن الاحترام كان كامل بما أن يطرح على لسان عبد الرحمن الرشيل ويطرح على مستوى صحافة وعلى مستوى إعلامين وعلى مستوى نخب أنه تمت اختلاف في الرؤى أقلها في العلاقة العمانية الإيرانية والعدو الأوحد أيضا للرياض وهي طهران كانت عمان تملك علاقة جيدة جدا مع الطرفين السعودية لم تقدم على مقاطعة عمان مع أنها على لسان الصحافة وعلى لسان ما يحاول أن يقدمها البعض أنه تمت اختلاف كبير طيب ما الذي منع السعودية عن مقاطعة عمان كما حصل مع الدوحة؟ لماذا لم تقاطع عمان؟ لماذا لم تسحب سفير؟ لماذا لم تحاصر عمان؟ في كثير من الجوانب هذا يعطيك مؤشر أنه تمت توافق داخلي سياسي عماني سعودي مسألة التقارب الآن هي الظروف من أتاحة البيئة أو المناخ المناسب جدا لنقول دعينا نقول تفاهم وليس تقارب لأنه كان تمت تقارب سياسي بين عمان وسعودية لأنه مثل ما ذكرت لك لم نصل إلى مرحلة القطيعة ولكن ثمت كان مختلف بعض المختلفات في بعض العناوين الكبيرة السياسية الآن في تفاهمات سعودية عمانية عمانية سعودية المناخ تحقق للرياض وكذلك أيضا لمسقط لهذه التفاهمات الكبيرة فيما بينهم هناك بعض الحقائق التي تكشفت أيضا للرياض بعد قمة العلا دفعت بالرياض كذلك أيضا لهذا التفاهم الكبير مع مسقط مسألة الطريق البر هو طريق مشترك عمان أنجزت ما عليها أيضا من جزء يصلها بالرياض عفوا بالسعودية بالحدود السعودية والسعودية كذلك أيضا أنجزت ما عليها ربما في فترة عدم التفاهم في السنوات الماضية كان جمد العمل في هذا الطريق الآن لأن في تفاهمات انفتحت القلوب وكذلك أيضا انفتح الاستثمار بين البلدين بشكل كبير جدا وقد يكون في هذا التفاهم الكبير بين الرياض ومسقط قلال هذه الفترة وكذلك أيضا التفاهم بين الرياض والدوحة قد تكون في ثمة رسائل أيضا سياسية مبطنة ومباشرة أيضا لبعض العواصم الخليجية لأن العودة وقراءة المشهد الخليجي بشكل عام عمان كانت تعاني من أزمة تنامي محاولة بعض العواصم الخليجية أن تفرض سيطرتها على المنطقة بشكل سياسي وبشكل اقتصادي المعول على الرياض أن تحدث هذا التوازن في منطقة الخليج وتقدم السعودية نفسها كما كانت عليه في الثمانينيات وكذلك أيضا في التسعينيات وهي قبلة العواصم العربية كما هي القاهرة نعم ما أفهمه منك بأنه لا يوجد ثمن لهذا التقارب أو لكافة هذه الاستثمارات الضخمة التي ستضخم تنازلات تقصدي أمان لن تقدم تنازلات أبدا هناك أول شيء هذه الاستثمارات تحتاجها البلدين وطرحت من الجانبين السعودية تحتاج لموانئ النفط لتخزين النفط السعودي ومن ثم أيضا تقديمها للعالم أو تصديرها إلى العالم الدقم الآن ميناء الدقم يلعب هذا الدور ويقدم هذه القدمة للمملكة العربية السعودية الانفتاح الكبير الآن الذي نشهد في السعودية هو رؤية المملكة العربية السعودية كعاصمة اقتصادية خلال مرحلة المقبلة تحتاج فيها إلى استثمارات لتكمل ربما النقص الموجود في الداخل السعودي وفي عمان نعم قد تكون البيئة المناسبة الجغرافية المناسبة الاستقرار الانفتاح على البحر دون الحاجة لهذه العواصم أن تعبر من مضيق ورمز الآن ميناء الدقم يقدم كل هذه الخدمات الاقتصادية للرياض وغيرها من العواصم الخليجية نعم دعنا ننتقل الآن إلى محور مهم في السياسة العمانية الخليجية يعني تم رصده خلال استنوات الأخيرة وهذا هو محور الانفتاح على إسرائيل الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت في العديد من الدول الخليجية دعني أذكر لك تصريح اليوم بالذات جاء هذا التصريح لوزير التعاون الأقليمي الإسرائيلي عساوي فريج اليوم في مقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية قال بأن سلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا من الممكن أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية وجعل سلطنة عمان على رأس هذه القائمة مذلك طبعا استنادا إلى الزيارة الشهيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى مسقط بشكل فجائي لم يكن أحد يتنبأ بها أو يعلم بها وفجئنا بها على شاشات وسائل الإعلام برأيك يعني لماذا اختارت عمان أن تكون هذه الزيارة بهذا الشكل ولماذا نتنياهو بالذات يعني؟ أولا هذا السؤال المركب يحتاج أولا هل تحتاج عمان لتستأذن العواصم الأخرى لتقول لتستضيف دولة اعترف بها الآن دوليا ومن ثم نسأل عن ما هي تزيارة وهل هي الأولى جلالة السلطان أنا كتب لي من مع بعض الصحفيين تشرفنا بلقاء جلالة سلطان قابوس رحمة الله عليه قبل أشهر من وفاته وتحدث في تفاصيل كثيرة جدا منها الزيارة الإسرائيلية كانت إسرائيل في زيارات سابقة وزراء الخارجية الإسرائيلية حينما يقصدون عمان في البدايات كان يطلب أن تكون بسرية زياراتهم لجلالة سلطان جلالة سلطان يقول كنا نقول لهم نعمل تحت ضوء الشمس لا نخفي هذه اللقاءات وسنعلن عنها عمان ربما والحاصل الآن للنخب الخليجية تعرف والنخب العربية تعلم تماما أن تمت دول خليجية سبقت عمان في هذه اللقاءات ولكن كانت تعمل بسر أو تحت الطاولة كما يقال وبالحرف حرفيا وهذا الحديث نقلا عن جلالة سلطان رحمة الله عليه يقول تصل نتنياهو ويقول أن You have a tradition to meet the prime minister of Israel قال نحن we have no tradition معنا عادة نستضيفكم ولكن تمت ربما يعني بعض المتطلبات يطلبها الجانب الفلسطيني ويقصدنا كما يقصدنا العالم أيضا في وساطة في قضايا كثيرة جدا فمحمود عباس طلب الرئيس محمود عباس طلب من جلالة سلطان التدخل في بعض الموضوعات التي تخص الشأن الفلسطيني منها جاءت التواصل مع نتنياهو للتوفيق في هذه الموضوعات وللأسف حينما يطرح هذا الموضوع يتم تجاهل أن قبل هذه الزيارة كانت في زيارة لمحمود عباس بيومين بعد سفر محمود عباس استضاف جلالة سلطان نتنياهو وطرحت فيها القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني لأنه عزيزي لأن الرواية غير مقنعة لأن نتنياهو لم يذهب إلى مصر مثلا ومصر تقود وساطات كبرى في الجانب الفلسطيني مع إسرائيل لم تكن هناك زيارة مماثلة للتنياهو إلى دولة عربية أو خليجية وكانت الزيارة العمانية بشكلها المفاجئة لم يكن هناك أي تمهيد لها لماذا لم تحج قضايا كثيرة أيضا إلى القاهرة أو تحج قضايا كثيرة إلى الرياض هنا نرجع ونقول أن ما كل ما نراها أيضا دعنا نتحدث عن النتائج اليوم هل ذهبت عمان كما ذهبت بعض العواصم الخليجية في التطبيع مع إسرائيل مثلا أو الاعتراف بخلاف ما تم الاتفاق عليه في حدود 65 ورحة الاتفاقية هذا هو سؤالي هل ستذهب عمان إلى التطبيع؟ عمان نقولها وبصريح العبارة على لسان معالي الوزير يوسف بن علوي الوزير السابق للشؤون الخارجية العمانية تحدث بأن لن يطبع أو لن تذهب عمان لهذه الاتفاقيات هناك مصالح تحاول أن تحققها عمان للمصالح للجانب الفلسطيني على لسان سيد بدر بن حمد أيضا ويعول عليه كثير أيضا في هذه الملفات الساخنة وزير الخارجية العمانية الجديد ذكر بأن عمان لن تذهب بل كان يرحب من واقع أيضا ما تقرح عمان دائما لا تتدخل فيه شؤون الغير يقول نرحب بهذه الاتفاقيات التي أبرمتها بعض العواصم الخليجية والعربية مع إسرائيل ولكن عمان تختلف ما زالت مع إسرائيل في كثير من القضايا ولن تذهب لهذا التطبيع وفي المقابل أيضا نقول بما أن الشأن الداخلي العماني أو الشأن التطبيع أو كيفما كان هو شأن عماني لا يخض عن طريق وزير إسرائيلي أو صحيفة أيضا خارج عمان متى ما ذهبت عمان لهذا المنح تقي تماما بأن النخب العمانية السياسية والصحفية وكذلك أيضا الشعبوية ستقف ضد عمان وضد هذا القرار ونقولها الآن من هنا من مونت كارلو كما حدث أيضا أصيب العماني الشارع العماني أيضا بشيء من الصدمة في هذا اللقاء وحللنا كثير من الأطرحات التي كانت تشيء وتقدم أيضا نموذج من حرية رأي جيدة جدا في ذلك الوقت اختلف الرأي العام العماني مع هذه الزيارة ورفض الرأي العام العماني هذه الزيارة ولكن ثمت ما لا يفهم في السياسة وفي صناعة أيضا بعض المصالح للأسف قد تدفعك أحيانا لتقديم بعض الخسائر أو تقديم بعض الصور التي تخسرك من صورتك النزيهة أقلها حتى مع مواطنيك وهذا ما حصل ولكن اليوم حينما نقرأ كل تلك الردود نقول سنعتمد عليها ثانية تلك ردات الفعل إذا أقدمت عمان لشيء من هذا أو لخطوة كهذه ستجدين الرأي العماني أيضا كشأن الرأي العربي الشريف يرفض مثل هذه الخطوات ذكرت خلال حديثك شخصية جدلية على المستوى العربي والدولي وليس فقط على المستوى العماني الوزير الخارجي العماني السابق يوسف بن علوي كان ربما الكثيرون اتهموا هذا الشخص بأنه كان سببا في تباعد دول الخليج عن سلطنة عمان في تلك الفترة لا أدري مدى صحت هذه الاتهامات وهناك سؤال أيضا يتعلق بتنبؤه الأخير بعد أن ترك منصبه تنبأ بعودة الربيع العربي قريبا هذه النبوءة هل أيضا تتعلق بعمان أم فقط بدول عربية أخرى لم يذكرها جميل أولا معالي يوسف بن علوي شهادتي فيه مجروح على المستوى الشخصي حاورته في جلسات كثيرة الشخص يترجم رؤى حقيقية لجلال سلطان قابوس بن سعيد وربما منجز السياسة الخارجية والدبلوماسية الخارجية يعني يعول عليه يوسف بن علوي في ترسيمه من بداياته من السبعين وحتى تركه لمنصبه سنة الماضية شخصية جدلية لأنه يسمي الأشياء بمسمياتها يختلف مع محاولة بعض العواصم الخليجية أن تستنقص من السيادة أو من القرار السيادي لعمان رجل كان نسخة من الأمير أيضا الراحل وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل كانوا ربما مدرستين مختلفتين تماما ولكن الأطول مدرستين الأقدم وكانوا يعني عربي السياسة الخليجية وكذلك أيضا العربية هو مدرستين مختلفتين ولكن كانوا معتدين بالقرار السيادي لكل دولة أو لكل عاصمة يمثلونها هناك في السعودية وكذلك هنا في مسقط سمعت كثير أن معالي يوسف بن علوي كان هو العثرة التي لم تقرب بين العواصم الخليجية ولكن عمان ماضية بذات المبادئ بذات الثوابت ولذلك ما كان يختلف عليه في أطرحات معالي يوسف بن علوي هو حاصل الآن يترجم الآن على يد معالي الوزير الحالي سيد بدر بن حمد وهذا ما أعنيه بمسألة التقارب التي تقصدها أو تنشدها الآن العواصم الخليجية مع طهران هناك حديث أيضا عن تقارب سعودي إيراني خلال هذه المرحلة لأن في الأخير هذا الاعتراك وهذا التصادم لن يخدم المنطقة في شيء بل يفتح علينا أبواب وقنوات قد تدفعنا في دوامة مستمرة وما نحتاجها وتحتاجها دول الخليج وإيران كذلك خلال هذه الأزمات الاقتصادية أن تتخلص من هذه العدوات القريبة فيما بينها وتلتفت للشأن الاقتصادي وتنمية شعوبها وماذا عن نبوءته بخصوص عودة الربيع العربي؟ هذا كان في لقاء معي في رمضان تحديدا الفائت كان يتحدث للحكومات العربية تحديدا يقول بأن الشعوب العربية والأجيال العربية الآن تتسارع في مسألة في مطالبها وكذلك أيضا في فهمها وفي استيعابها وإذا استمر هذا القطيع بين الحكومات والشعوب العربية ستدفع بهذه الأجيال أو بهذه الشعوب لربيع عربي قادم وكان يتحدث عن ربيع إذا حصل سيكون الأسوأ من 2010 وإذا تحدث يوسف بن علوي ومن يعرف يوسف بن علوي تاريخه لا يتحدث كذا اعتباط ولا يرتجي الحديث بقدر ما هو قارئ للمشهد العربي الآن نحن على صفيح ملتهب للأسف في بيات وفي قطيعة للأسف بين من يرسمون المشاهد السياسية والاقتصادية وبين الشعوب العربية عمان ربما كانت سباقة للخروج بعد حديث يوسف بن علوي مباشرة بعد عيد الفطر أذكر وكانت فيها مطالبات جلال سلطان هيثم احتوى والحكومة كذلك احتوت هذه المطالب الأستاذ موسى الفرعي الإعلامي العماني ورئيس تحرير صحيفة أثير الإلكترونية شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الساعة الخليجية هذا الأسبوع إيمان سعيد بالتحاول وإياك وأرجو لك التوفيق دائما شكرا جزيلا لك وأعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختم حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع وكانت معكم إيمان لحمود ومن على هدسة الصوت مازن الخليل وجوليان لانك شكرا لكم